بعدما كانت بغداد وبيروت معلمين سياحيين ووجهة يقصدهما السواح من جميع دول العالم لتشابههما في معايير عدة في الحياة أهمها السياحة والدراسة أصبحت اليوم أيضا متشابهتان ولكن في شكل النظام السياسي خبراء أشاروا إلى أنه هناك أرضية مشتركة بينما يجري من أحداث سياسية في لبنان والعراق وذلك بسبب التقارب في شكل النظام السياسي الذي يعتمد على التوافقية والمحاصصة الطائفية والسياسية هناك أرضية مشتركة بينما يجري من أحداث سياسية في لبنان والعراق كان هما يتقاربان بشكل النظام السياسي الذي اعتمد التوافقية والمحاصصة الطائفية والسياسية وكذلك نرى نفس جذور أسباب الأزمات التي تحصل في لبنان مقاربة لما يجري أيضا على الأرض العراقية وبالتالي تشتت الإرادة الوطنية والقرار الجامع بين تلك الأطراف الداخلة في صرع القرار السياسي بالبلدين على توافقات حقية لعاندة بناء الدولة وما زالت لحد الآن بعيدة عن منال التوحيد والذهاب إلى بودقة واحدة وبودقة مصالح الشعبين في تلك البلدان النظام العالم اليوم لا توجد دولة بمعزل عن بقية الدول سيما في الدول العربية أما في العراق ولبنان يبدو أن التجارب متشابهة طبيعة تركيبة النظام الديمقراطي هو مركب على أساس مكوناتي وهذا بالنتيجة يحدث كثير من إشكاليات وبالتالي فهو يسمح للتدخل الخارجي نتيجة أيدولوجيات أو تبعيات بعض الأطراف أو محاولة الأطراف الداخلية للاستعانة بالخارج أو محاولة الخارج من اختراق الصف الداخلي من خلال تدخلها أو الضغط على بقية الأطراف ويبقى السؤال هل ستعود بغداد وبيروت إلى ما كانت عليه مقصدا للعالم أم سيبقى تشتت الإدارة الوطنية والقرار الجامع بين الأطراف السياسية التي تسمح بالتدخل الخارجي في صنع القرار السياسي في البلدين ترجمة نانسي قنقر